حملة دعم الدينار مستمرة حسب التوجيهات الصادرة من السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم وخاصة بالتعليمات الخاصة من البنك المركزي العراقي هذه الحملة أثمرت على ضبط عدد من المضاربين وكذلك من المتلاعبين بسعر الصرف للدولار وحاليا رهن التحقيق العملية مستمرة لغاية تحقيقها الهدف المنشود هو أن يكون التعامل ضمن المنصة الإلكترونية التي حددت من قبل البنك المركزي العراقي على أن يكون السوق الموازي الموجود في بغداد والمحافظات هو يأتمر بالبنك المركزي العراقي بالتعليمات التي صادرة من قبلهم طيب كم عدد الذين تم القاء القبض عليهم تحدث عن المضاربين خلال 72 ساعة المنصرمة تم القاء القبض على أكثر من 75 متهم في بغداد والمحافظات وموزعين حسب الرقعة الجغرافية جانبي الكرخ والرصاف ومنذ بداية الحملة حتى الآن كم عدد المضاربين حتى الآن؟ الحملة مال دعم الدينار أثمرت على إجراء 15 ألف تعهد خطي في بغداد والمحافظات المضاربين في هذه الفترة الأخيرة التي بدأت أن انشملت بها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة هم 75 أكثر من هذا العدد بقليل لكن إذا نرجع إلى بداية التعامل بيئة دولار وتحديد سعر الصرف للمضاربين هناك أكثر من هذه الأعداد فاقت هذا العدد 75 وحاليا منظورة قضاياهم من قبل مجلس القضاء طيب الإجراءات المتخذة تجاه المضاربين هل هي تتلخص بالتعهدات؟ أم ماذا؟ ما هي أبرز هذه الإجراءات؟ هناك مواد قانونية صادرة من مجلس القضاء الأعلى وفق المادة 306 من قانون عقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 هذه المادة القانونية هي تحاسب على السجن لمدة سنتين وكذلك غرامة مالية أو بكلت العقوبتين طيب نتحدث عن المضاربين حضرة العميد هل تم أخذ تعهدات قبل من قبلهم طبعا قبل إلقاء القبض عليهم أم نتحدث عن مضاربين لا يلتزمون أبدا ولا يمكن أخذ أي تعهد من قبلهم؟ المضاربين هم مخالفين لا يوجد لديهم شركات ولا يوجد لديهم تعليمات ولا توجد لديهم إجراءات رصينة هم خارج هذه التعليمات هم مخالفين في الأساس لا توجد لديهم أي صفة قانونية لكي يتم أخذ تعهدات خطية مسبقا طيب كيف تم القاء القبض عليهم إذا هم كانوا يعني خارج سياق الشركات أو المحال التجارية أو التجار بالعموم؟ من خلال الجهد الاستخباري وتشكيل غرفة عمليات من قبل السيد وكلي الوزارة شؤون الاستخبارات وبإشراف مباشر من السيد معالي وزير الداخلية المحترم زج مفارز مدنية في الأسواق لتشخيص مثل هؤلاء الأشخاص وتحديدهم وتحديد أماكنهم وتواجدهم بالصورة الدقيقة مع الأخذ بنظر الاعتبار هناك تقنيات فنية باختراق هذه الشبكات والوصول بالدقة للرؤوس التي تدير هؤلاء المضاربين تم القاء القبض عليهم حتى في ساعات متأخرة من الليل أثناء تواجدهم في مساكنهم هناك تنسيق عالي مع حكومة الإقليم في كردنسال لملاحقة الذين تم فرارهم من هذه الحملة باتجاه الإقليم أو باتجاه الحدود وألقي القبض عليهم هل لديكم أحصائية بعدد الذين هربوا إلى إقليم كردستان؟ أعدادهم قليلة جداً كون ضيقت عليهم الممرات كافة والحدود من خلال زرع مفارز مفاجئة باتجاه الإقليم من مديرية مكافعة الجريمة المنظمة بالتنسيق العالي مع وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات أي العناصر التابعة إلى وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية طيب عملية القاء القبض عليهم حضرة العميد تمت في أسواق الجملة أم في أسواق عامة؟ هناك حملات وعمليات اعتقال تمت أثناء تواجدهم بالأسواق الرئيسية في بغداد للبورصة وكذلك أكو أماكن متخفين يعملون من خلالها ومن خلال المفارز الاستخبارية الموجودة ألقي القبض عليهم وبجهد استخباري دقيق جداً من خلال الحملة شاهدنا في سياق التقارير التي ترد إلينا في شبكة الإعلام العراقي هناك شكوى من التجار تتعلق بعملية الدخول إلى المنصة وقد اشتكى أكثر من تاجر للأمن الوطني للجريمة المنظمة عملية الدخول إلى هذه المنصة والصعوبات التي تواجههم هل تم نقل هذه الشكوى إلى الجهات المعنية وهل تم التعامل معها بجدية نتحدث الآن عن إجراءات يسيرة بعد ما تم نقل الشكوى حضرة العميد هذه الإجراءات والصعوبات في بداية عمل دخول المنصة الكترونية من قبل التجار لقوا صعوبات من حيث بعض التعليمات التي صادرها من المركز العراقي ألزمت التجار من تقديم المستمسكات الأصولية للشركة أو للمركز التجاري بغيت أن يكون المال المحول إلى الجهة الثانية خارج العراق وفق ضوابط محددة هذه العملية لاقت بعض الصعوبات يحسبها بعض التجار هي صعوبات لكن بالأساس هي أساس عملهم المستقبلي حاليا نتلاحظ أن هناك تسهيلات كبيرة من قبل البنك المركز العراقي بتحويل المبالغ المالية خارج الحدود أي فيما يخص التعاملات التجارية لهؤلاء التجار نعم تم نقل هذه الشكاوي إلى الجهات المعنية ضمن الاختصاص الوظيفي لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة وأجري التسهيلات كافة ومتابع على هذه القضايا والشكاوي السيد مدير عام مكافحة الجريمة المنظمة طيب نتحدث عن عمل مكافحة الجريمة المنظمة هل يقتصر على المضاربين ونتحدث عن إلقاء القبض على المضاربين هل شمل كل الأسواق وأيضا نتحدث عن وكالات عالمية مثلا للسيارات وغيرها حضرة العميل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ليست تقتصر فقط على الأسواق وإنما شملت كافة المراكز التجارية معارض السيارات وصلت حتى للإيجارات التي يتم استقطاعها من أصحاب المحلات الموجودين داخل المولات نلاحظ هناك تعاون إيجابي من القبل المواطن بالاتصال على الخطوط التي حددت من قبل وكالة الوزارة بالرقم 144 باستقبال الشكاوي في حال أي شخص يتم التعامل بالدولار بدلا من الدينار تم رفع شعارات وبوسترات والأواسق توضح الإيميرات الخاصة بالوكالة بإمكان أي مواطن للاتصال وتكون هويتة طيلك 8 وماذا بالشأن المجمعات السكنية؟ تم تشخيص بعض المجمعات السكنية خالفت للتعهدات الخطية التي شرنا إلها ومن خلال العناصر الموجودة الوكالة الوزارة تم التدقيق على بعض الأشخاص بأن هل تم تعاملهم بالدينار أم رجعوا لسابقتهم الأولى وهو التعامل بالدولار لاحظ هناك بعض الأشخاص خالفوا هذه التعليمات تم أخذ إجراءات قانونية بحقهم وهناك القبض على بعض أصحاب المجمعات وهناك دعاوة قضائية منظورة من قبل القضاء من ضمن هذه الدعاوة مجمع كبير ومشهور في بغداد في جانب الكرخ طيب كيف تتعاملون مع الشكاوى الواردة من المواطنين عن وجود حالات تلاعظ بالدولار وأيضا مضاربين بعموم الأسواق ونتحدث جزء من هذه الشكاوى لربما تشمل أيضا شكاوى واردة من أصحاب أو من قاطنين داخل المجمعات السكنية التعامل يتم بالدولار دون الدينار العراقي حضرة العميد هناك استجابة سريعة من وكالة الوزارة بالتعامل مع الأشخاص الذين يخالفون هذه التعليمات من خلال التدقيق الأمن الدقيق والمعلومات الاستخبارية بعد أن يرد الاتصال الهاتفي أو ترد المعلومة الشك والمقدمة عن طريق الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية يتم التدقيق ميدانيا والتأكد من صحة هذه المعلومة ليس لدينا أي تلكأ في تنفيذ الواجبات فيما يخص مثل هؤلاء الأشخاص كونهم لا يقلون خطورة من الإرهاب الذي يتعامل خارج نطاق والسياقات التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء والبنج المركز وتلاعب بقوة الشعب لا يقل خطورة عن الإرهاب وما مدى إسهام المواطن بهذه الشكاوى؟ هناك عملية إيجابية بين المواطن وبين الأجهزة الأمنية هذه العملية هي التي أثمرت والتي وصلتنا لبعض الأشخاص الذين لا يمكن تغطية القسم القليل من هؤلاء الأشخاص لمعرفة مدى التزامهم بهذه التعليمات الصادرة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة ترجمة نانسي قنقر